من لندن معنا مرسلنا كمال علواني كمال هل تكفي هذه التبريرات من جونسون ومن وزراء في حكومته لمنعه تحقيق مستقل كما يدعو حزب العمال أم سنكون أمام تحقيق في هذا الشان كل شيء مرتبط بالحجج والحجج المضادة التي ستحملها الحكومة أو المعارضة لاحقا ما حدث اليوم أن الحكومة أرسلت كبير المسؤولين الإداريين لديها سايمون كيس لكي يجيب على أسئلة النواب في لجنة الشؤون العامة وشؤون الدستورية بالبرلمان البريطاني الأسئلة تتعلق بدءا بقصة إعادة تأهيئة الشقة الرسمية لبوريس جونسون وتمويل ذلك إن كان من طرف بوريس جونسون أم من تمويل من مانح للحزب حزب المحافظين المسؤول الإداري التابع للحكومة بالتأكيد دافع عن بوريس جونسون وقال إن بوريس جونسون كان دائما يمتثل لقواعد العمل ولكل القوانين المتعلقة بالمستحقات المتعلقة بحياته اليومية في إقامته أو كل ما هو قانوني متاحا إليها أيضا لابد أن هذا المسؤول قد دافع عن بوريس جونسون فيما يتعلق بقصة أن بوريس جونسون حاول وقف تحقيق فيما يتعلق بالتسريبات حول المخططات لمواجهة موجة ثانية من الكوفيد شهر أكتوبر قال إن التحقيق لم نمنعه بوريس جونسون بل هو ماض قدما والكثير من الدفاع الذي كان لابد أن تبديه الحكومة تجاه بوريس جونسون بوريس جونسون بنفسه طلع اليوم وقال مجددا إنه تعامل مع قصة تهيئة بيته في داونينغ ستريت بطريقة قانونية قال إن كان هناك من مانحين منحوا وإن من أموال منحت فإن ذلك سيعرفه الرأي العام في الوقت المناسب هناك أيضا ما يتعلق بهذا الكلام الذي يقال إن بوريس جونسون قاله إثناء اجتماعا لحكومته شهر أكتوبر عندما قال حسب الديلي ميل ولسنا ندري إن كان ذلك بوحي من دومينيك كامينغ كبير مستشاريها المستقيل منذ الخريف الماضي عندما يقال أن بوريس جونسون قال إنه يفضل أن تتكدث الجثث بدل الذهاب في إغلاق ثاني في مواجهة الكوفيد تسعة عشر إذن الحكومة في دفاع مستميت عن بوريس جونسون وسمعته في مقابل ما سيسعى إليه لاحقا حزب العمال من هذا التحقيق الرسمي داخل البرلمان البريطاني وربما نشهد الكثير من التسريبات ربما لاحقا كامينغ لم يخرج من المشهد ليبقى صامتا لفترة طويلة على ما يبدو وكمال علواني مرسلنا من لندن